ههز كرشي واجيب اتسامات لوشوش الناس هو ولا بيرقص حلو هل الشهرة نفعته بجدد كوفيد بقى محبوس في البيت فانت الماقب بقى هيت الجنة ربنا خمقني عشان اطلع ههز كرشي طلع محتوى عبيد عشان تنجح ديبري ديب ديب ديش 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 دي هنتكلم على ياسير سينجرس اهلا بكم في حالة النهاردة النهاردة هنتكلم على حاجة ممكن اعتبرها بصراحة بيني وبينك من اغرب الحاجات اللي انا شفتها في حياتي عالسوشال ميديا هنتكلم على ياسين سينجرس ولا سينجرس ولا معرفش يعني ديالوقت بتاع بيعد يهز في كرشي اللي بيعد يهز في كرشيو ده فاول ده فيديو النهاردة هنتكلم على الاخ ده وحياته ورأي فيه وازاي يوصل اللي هو المطاعم كلها او يعني الدول معرفش ان كلها الدول ولا مصر بس ولا ايه بالزبط يعني بس هنتكلم عنه وده فيديو النهاردة فما بدأ ايه كده هو مين يا سين سينجرس ده ده واحد تركي وكان ود يعني فارمر يعني فهم ود بتاع دواجن وفراخ وبتاعه عزب وفهم شغال في الارياف يعني شغال في الارياف وبايده وبتاعه مع ان انا مايجي ببص على الكليب ده وهو عمال يرقص في نص الشغل واضح ان هو ما كانتش بتاع شغل خالص ولا كان بيعمل حاجة في الارياف غير ان هو بيقعد يرقص ويهز كريشو يعني والظهر عمل فيديو واحد والفيديو بقى انتو عارفين بقى بقية القصة بقى فيرل وناس كتيرة بدأت تشهجوا يعني والموضوع بدأ في يوم ما كوفيد طلع واللقاح طلع وجنننا فطبعا بينا نشوف الحاجات دي كحاجات مفيدة جدا في حياتنا يعني كوفيد بقى ومحبوس في البيت فانت بقى بتتجن ايه المهم فالاستاذ ده بعد ما عمل فيديو وهو بيهز كرشو الظهر اشتهر جدا ودلوقتي بقى عنده ملايين من الفولورز ملايين من الفولورز طيب بيقولش اي حاجة هو ولا بيرقص حلو ولا عنده مواهب ولا عنده لغة ولا عنده اي حاجة خالص شغله كله في حياته يعني الليه فاكرين في فيديوهات التحفيز بتاعك بقولك لازم تعرف الليه بتاعك عشان تروح وتسعى وتصحى من النوم لازم يكون عندك الليه الليه بتاعته ان هو يهز كرشو ده كده يوم هو نايم جات له زي رؤية كده ربنا خلقني عشان اطلع هز كرشي بس ده دي الليه بتاعتي ههز كرشي واجيب ابتسامات لوشوش الناس هو انا معارفش مين الناس دي لان انا هو ما جابتليش ابتسامة جابتلي خصة خصة واببضنطة بصراحة يعني ده ده اللي حصل لي يعني بس الناس كلها عجباها المحتوى بتاعه ودي حاجة احنا ما اناقدرش ناقصها انا ما اناقدرش نناقشها يعني انا ما اقدرش اناقص الناس بتحب ايه ده ليه علم لوحده حاجة سايكولوجية بقى فهم تازل نجيب دكاترة نفسية كده مع بعض في قوضة ونفهم الناس بتحب ايه وبعدين انت هتفرج عليه كم مرة يعني ماشي انا لما شفته اتفرجت عليه قلته ماشي تاني تارت وربع مرة نفس الاغنية نفس الهزة نفس الحركة نفس الابتسامة وبس وعلى فكرة انا مش بنفسا خالص لان انا جايلك على النقطة اللي حتة اللي انا بقى ايه اللي انا تطررت اعمل فيديو عليها اللي هي حتة اللي مدايقان هو اكيد لانا لو انا مش متدايق مش هعمل الفيديو صح لا هو في حاجة مدايقانة فعلا هل الشهرة نفعته بجد يعني هل هو دلوقتي حياته احسن بكتير بما ان انه عنده فلوس شهرة بسبب الرقص دي ولا حياته اسوأ بكتير وقادي وجهة النظر نفترض ان هو ما تشهرش من هزة الكرش يمكن يمكن كان عايز حيوم الايام يبص في المراية ويلاحظ ان هو شكله مش حلو بص بص قبل ما تبتدي تقولي بقى على الحركة البودي بوزيتيفتي والحركة الجديدة في العصر الجديد اللي هو ايه اكسامة تخينة مش حلوة وكلنا زي بعض لا مش هبقى كده ومش هقولك اه واكسامة تخينة مش حلوة ومش كويسة على صحتك وعمري ما هدعمها ابدا ابدا خالص لس انا عارف فيه بقى حركات البودي بوزيتيف اللي هو لا احنا لازم نرضى لا مش لازم نرضى باي حد انا مش هندمج في الحركة الجديدة بتاعت مش هنزع على المشاعر الناس كلها ما هو لازم عشان نتقدم كإنسانية لازم فيه الكويس وفيه الوحش واللازم الاحسن هو اللي يقود ما ينفعش كله يقود صح وما ينفعش محدش يقود لو انت عندك طيارة فيك كابتن ولا كل اي حد نكب الطيارة هو بقى يطلع في الكوكبيت ويسوق الطيارة مش هينفع يطير الطيارة مش هينفع صح؟ فيه كابتن عشان هو احسن واحد يعرف يطير الطيارة دي من بقية الناس نفس الحاجة في الحياة بقى فلا الوزن الزيادة مش كويس مش كويس مش حلو ومش جذاب ولا اصلا للستات طبعا ولا حتى للرجالة اللي بتحاول مثلا تعينك في شغر يعني هو ده ورده مش منجزب لواحد مثلا بيعين ناس ويشوف مثلا اتنين نفس الصفات واحد جسمه كويس والتاني التخين قوي التخين قوي ده بالنسبالي ان هو ما عندوش كنترول على طريقة اكله في اوقات اضعف من الرجل التاني انا بالنسبالي بفكر بيها كده يعني نرجع بقى الموضوع هل ان الشهرة دي ساعدته ولا لان يمكن كان يوم الايم يبص على نفسه في المرأة ويلاحظ شكله عامل ازاي ويعمل حاجة ممكن مثلا يشتري زي الودة بص الودة عندو نفس الجسم الودة بص الودة بقى عامل ازاي الودة يمكن يكسب الف دلار غالبا هيكسبها لو انتم متعرفوش كل واحد بيشتري من البروجرام بتاعي بيدخل مصابعة واحسن كل الستة شهور بياخد الف دلار مفيش كلام ودول الاتنين اللي يكسبوا او مش هازم باوريهم لك خش على الموقع وهتلاقيهم موجودين خش على الموقع بتاعي تحت محتوى الفيديو خش وشوف الجنين اللي يكسبوا الالف دلارة بجده فكان يمكن يغير من نفسه او كان ممكن يشتري كتابه الوصفات مثلا يعني ولكن الشهرة انا في رأيي في الحالة دي نوع من اللعنة لان دلوقتي شهرته ودخله مبني على ضياء صحته حرفيا يعني مثلا ممكن نقول انا ليه بريليت الموضوع ده لان انا كواحد خدم نشطات كتير ممكن اقول برضو انا شهرتي ودخلي كان مبني على ضمار صحتي الى حد ما ولكن وقفت خلاص جي الوقت اللي انا وقفت فيه ودلوقتي الدخلي اصلا ملوش اي علاقة بكمال اجسام يعني اساسا كنت حتى انا بتكلم مع اسلام قرطم بقوله انا نفسي نفسي السنة الجاية بيقول لي قال لي انت انت يعني ايه الفكرة يعني خلاص التشابتر ده خلص من حياتك ليه عايز ترجع لحاجة انت قريدي اعملت اللي انت عايز تعمله من بدري اساسا من اول سنة خلاص يا دقود واصلا ملوش اي علاقة بدخلك اساسا ولا ليه اي علاقة بالبرند بتاعك هتنافس ليه ورح ايال لي حاجة فتست عن روحي بالضحك بصراحة قال لي يا سيدي لو عايز تعرض والموضوع بالنسبة لك هواية هنجيب لك تعال عندي بيتي هنجيب صحاب ده ويتفرجوا عليك وكلنا هنسقف لك وتعرض لنا عايزت من الداحك بصراحة ولسه حد دلوقتي لما بفتكر الفويس نوت بفتص عن روحي من الداحك قال لك يا سيدي لو هي موضوع هواية بالنسبة لك وعايز تعرض تعالى البيت عندي في الصنوات هنجيب ناس صحابنا هنتفرج عليك ونسقف لك وتعرض لنا فهو موضوع ملوش اي علاقة بمهنتك دلوقتي ولكن ياسين سيركس تاوليز مش عارف ياسين ده ده دلوقتي رزقه بقى مبني على ان هو صحته لازم تبقى وحشاء ولازم يفضل في الشكل اللي هو فيه ان اللوم مين في الموضوع ده يعني هل مثلا لا هو السبب انت انت اللي عملت كده من نفسك من شكلك وعملت الرأسة دي وانت رشعر لنفسك ولا الناس اللي فعلا بيجي لها ترفيه من حاجة عبيضة زي دي مين اللي يلوم وبعدين ايه الرسالة وايه الدرس ايه اللي في الموضوع ده خلي بالك الراجل على فكرة لابس السلسلة بتذهب عليها علامة الدلار بيركب ليموزين وبيروح مطاعم بيقول لك يعني بيقول لك بتاعه اللي هو جمع ممتلكاته وفلوسه وكل حاجة تسوى مليون دلار انا انا عن نفسي مش مقتنع قوي يعني ايه ممكن تبقى مثلا خمسمائة الف دلار مثلا او سبعمائة الف دلار وهو ولا يوتيوبر فهمه فمفيش الدخل اللي هو اللي قد كده مش عارف بقى الناس بتعزموا على ايه ولا بتديله فلوس كام انا معرفش بس يمكن جايز حتى لو مليون ماشي ايه الرسالة في الموضوع ده للشباب الرسالة اللي هو طلع محتوى عبيت عشان تنجح تبقى هيف عشان تنجح وخلي بالك ممكن انت متتفقش بالمحتوى بتاعي او انت شايف المحتوى بتاعي بس لا الى حد ما لا مش عبيت لان انا خلي بالك في الاول وفي الاخر انا عندي فريق كامل الفيديو ده حيروح لأدتر ومن الأدتر حيروح لواحد يطلع من الفيديو ريلز والموضوع شغال بيزنس وعلى فكرة مواضيع اللي انا بعملها مش مواضيع عبيطة لانه هي فعلا مواضيع اجتماعية او موضوع محتوى دي اعلاق بكبال اجسام فمش هبل يعني الى حد ما محتوى ما هواش جدي ما هواش حاجة سياسة مسلا ولكن الى حد ما في حاجات من المحتوى بتاياه ممكن يفيد الناس ولكن المحتوى اللي زي ده انا مش عارف ده ايه اصلا انا مش عارف ده ايه وازي واحد ممكن يعيش منه وايه الهدف طب افرد عايز يخس افرد عايز يروح للضرة اخد بروجرام عايز يخس هيعمل ايه خلاص كده هيقطع يعني فلوسك كلها مبنية على الرأسة بتاعتك يعني انا موحد عايز يجيبك انا فتحت مطعم عايزة جيبك انا عايزة عايزة جيب كرشك انا مش عايزة جيبك انت انا عايزة جيب كرشك يقعد يعمل لي كده يدي بري ديب ديش 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 بس وخد بيبني العشرة باك وبتوقعك وتكد على الله ولو انت ما عندكش كرش خلاص مفيش رأسة انت فعلا بمعنى الكلمة الدخل مبني على ان هو صحته تبقى وحشة على استمرارية يعني ميفاعش اصلا يخس ميفاعش يروح الجيم ميفاعش يعمل رياضة وبص اصلا عنده كمية يعني واضح من الانتلز بتوقعه من تحت رجله عند ادمه كده قد كده ده اصلا علامة واحد جيه له السكر اساسا يعني دي اعراض جنبية الواحد عنده السكر الاحتباس المية ده اللي تحت عند رجليه يعني ضغطه ده تلاقيه في السماء مش عارف ضغط سكر مليون حاجة وحاجة فبس انا انا عامل فيديو ده بصراحة عشان عايزة اعرف رأيكم يعني رقم واحد نلوم مين الناس اللي بتتفرج عليه ولا نلومه هو ان هو عمل كارير من الموضوع ده رقم اتنين طب ده لما يوقف شغل يعني ايه اولا كلنا ممكن يكون شايفوا انهم لو خد الفلوس اللي عملها وخلاص بقى روح افتح بقى مطعم بقى ولا اعمل اي حاجة ولا دخلها في العزبة بتاعتك استثمار في العزبة بتاعتك بس هي حالة غريبة شوية حالة غريبة شوية ولا انتوا ايه رأيكم اكتب لي رأيك في الكممنتس وده فيديو النهاردة اتمنى ان هو عجبك ما ننساش تعمل سبسكرايب ونشوفك ان شاء الله بكرة في الحالة اللي جاية وللبرامج المخصصة او كتاب الوصفات خش على اللينك اللي تحت سايبولك في محتوى الفيديو نصبح على خير